السلام عليكم ازايكم اخباركم اي ربكم ام الف خير شايفين اللي احنا شايفينه ده مع بعض دلوقتي طبعا دي بقى مركبها رموش وبدأ التكوية هنا كده بالماكوى بتاعت الاستشوار زي ما احنا شايفين شايفين طبعا دي حاجة غريبة احنا ملناش دعوة بها المهم هندخل في فيديو النهاردة ونشوف بقى دلوقتي الاختراعات الحلوة ده طبعا اللي هو المسك بتاع الدهان شايفين طبعا بيشير كل البقع اللي بيكون في الحطة وكمان بيداري العيوب اللي بيكون في الحطة عندك فشكلها حلو جدا وكمان استخدامه حلو اوي هندخل بعد كده على الفرشة بتاعت البراط دي وكمان بتنظف معاك الحط الحطة من فوق زي الزعافة كده فكرتها حلوة جدا هنا كمان دخل على فكرة تانية لو انت عندك ايدي المقشة بتاعتك اتقصرت او ايدي المساحة دي فكرتها حلوة اوي زي ما احنا شايفين نركبه فيها غطل الازازة وبعد كده هنشوف دلوقتي فكرتها العملية بقت عاملة زي ما احنا شايفين كده دلوقتي مع بعض ومشتغل التاني المهم هندخل دلوقتي بعد كده على الفكرة التانية ده طبعا الستاند احنا شفنا طبعا الستاند ده قبل كده فيديوهات كتير خاص بالخضار باللباء بالمايكرويب فرن القهرباء عندك اي اختراع انت عايزة تحطيه فيه فكرته حلوة المهم دلوقتي طبعا انا بشوف كده اختراعات غريبة فبحب اجيبها كمان نشاركها كده مع بعض شايفين طبعا ديها يعني بمعنى اصحة هتخلع وشها كله ونشوف في الاخر بقت عاملة ازاي هو طبعا ده شكلها في الاول مش زي دلوقتي ده طبعا مجرب بس يعني افشات كده زي ما احنا شايفين المهم بقى دلوقتي طبعا ده الفيديو بتاعي الحلل اللي الكل قاعد يسألني عنه ده نضفت ازاي وانتي مش عايزة تقولي وكده دي طبعا زي ما قلت لكم دي ده مواد كيموية زي ما احنا شوفنا كده الاول بتنزل في حاجة كده زي جردل وحطيتها في حلع النار طبعا بمية سخنة وبدأت بعد كده تنضف معاه كل دي مواد كيموية مش ان هي طبعا من نضفها يعني بنفسها وكده المهم دلوقتي هندخل كمان على الفكرة التالية ودي كده خاصة بالمعجنات زي ما احنا شايفين بدأت هنا تشكل معاك العجينة نفس الحجم اللي انتي عايزاه هتبططيها بقى تعمليها مدورة تعمليها اي شكل موجود طبعا في النوع ده معاك هنا كمان دي بالنسبة الاسلاك طبعا نحن منحبها جدا في تنظيف البوتجاز وكده شايفين طبعا الاشكال بتاعتها في منها اشكال واحجام وممكن من جوة تحطي فيها السائل من هنا دي طبعا بلغة السائلة اللي كل الناس نفسها تجيبها فيه ناس كتير جدا بيقولنهم ما جابوها وفيه انواع منها كويسة وفيه انواع مش حلوة المهم طبعا احنا هيدوب بنعلم لكم الفكرة وبطبعا الانواع دي بتبقى موجودة كتير بالنسبة كمان برضو للسؤال اللي هاجيه الحاجات دي موجودة فين على رغم نابع جابوه في كل فيديو بس فيه ناس ما بتكملش الفيديو للاخر وبالمناسبة لو الاول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يسألكوا كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها والاشتراك في القناة ويلا ضغطوا على زر الجرس ويلا بينا نكمل الفيديو المهم الحاجات دي بتبقى موجودة طبعا في المولايات الكبيرة والهايبرات والحاجات الخاصة بالجهاز العرايس بقى لها البلاستيكات عمتن والصيني والحاجات دي موجودة كمان في المحلات بتاعة المطابخ الحديثة وكده هنا كمان عجبتني جدا الفكرة بتاعت الترط بقى وتزيين الترط وكده شكلها حلو جدا هم عملوا هنا الترط عمتن وعملوا بقى الاطار اللي هو اللي بيكون الشفاف ده من برا شايفين بقى صوص الشكورات هينزل كده من نفسه بيكون شكله قد ايه حلو طبعا دي فكرة حلوة قوي هنشوفها كمان دلوقتي في كده الشكل في الترط مع بعض فكرتها كمان حلوة جدا وسريعة واحسن طبعا ما انت تقعد تفكرها تعمليها ازاي وكده طبعا كلها شكلها حلو جدا حسب طبعا بقى الانواع الشكورتات الابيض والاسمر يعني حسب طبعا الاختلاف هنكمل بقى دلوقتي الفيديو مع بعض ونشوف كمان الافكار اللي بعد الفكرة اللي بعد كده هي الخيطة طبعا الناس كتير جدا ما بتعرفش تخيط بالطريقة السحرية الحلوة جدا هنشوفها دلوقتي مع بعض دي شايفين كل الخيط ده ما هيكونش باين في لحظات يعني شايفين بقى دلوقتي همجرد ما تشد جدا كده واحدة بس كل الخيط ده اختفى تماما هنا كمان بقى من طرق التنظيف اللي هنشوفها كمان مع بعض دي طبعا برضو حاجات كموية خاصة برضو بالحمامات وكده بس عمتا هتشوفوا كمان الاختلاف دلوقتي وشايفين بقى كمية الفوران اللي موجودة والمسحوق برضو هنا عامل فيها ازاي هنشوف دلوقتي بقى يعني بتاكة واحدة كل ده اختفى المهم هنا كمان دخلنا بقى على اختراعات تنهي بقى من بتاعة الشوزات وكده والحابل بتاعة الشوزات اللي كلنا بنتحير فيه بقى ونكون متحيرين هنربط الروباط ده ازاي شايفين طبعا اما اجيبلكو كزا فكرة برضو اشكال بقى فيونكات فرشات زي ما انتوا عايزين هنا كمان برضو بالنسبة للدرستات عمتا شايفين برضو كمان شكل فيونكات عامل ازاي عمد فيونك هنا شكلها حلو جدا وكزا تبقى كمان فوق بعض يعني تبقطين فوق بعض كده بشكل بسيط جدا هنا كمان برضو التطبيق بتاعته للحفة والبطاطين اللي كلنا بنبقى متضايقين طبعا ان هي اخد شكل وحجمي كبير جدا في الدولاب معنا فهنا طبعا دي تطبيقة بسيطة جدا وقد ايه شكلها حلو جدا دخلنا برضو بعد هنا بعد كده على المعجنات بطرق مختلفة طبعا هتاخد بقى شكل الوردة معاك هي هنا قسمتها بالنص وبدأت كمان تعملها شكل الضفيرة زي ما احنا شايفين وبعد كده هتبدأ تعمل كل ده رول كده في الاخر فوق بعضه شايفين طبعا بقى الرول ازاي اخدت معاك طبعا دلوقتي الشكل الوردة شكلها قدقيه حلو جدا طبعا المعجنات بيكون اشكال والوان كتير هنا كمان بالنسبة طبعا كمان بالنسبة للطبيق الهدوم في ناس كتير بتبقى لفسها تطبق الهدوم زي المحلات بالزبط وحاسة ان هي صعبة جدا الفكرة انما طبعا الفكرة سهلة جدا هنا كمان شايفين بقى المنشرة اللي جوا داخل البيت ده المنشرة هنا كمان حجمه كبير جدا وشايفين بقى حجمه قدقيه واخد كمية هدوم قدقيه اخد كمية هدوم كبيرة جدا هو حلو طبعا في الجو المطر زي اليومين دور بقى فكرته حلوة قوي وكمان رفعتها الفوق كده بالستاند بتاعها فقدقيه الفكرة كانت حلوة جدا ممكن طبعا كمان تجي بيوت حطيه عندك في البلكونة وكده هنا كمان برضو بالنسبة طبعا لتسريحات البنات شايفيني عمايت هنا كده طفيرة مع بعض وفي الاخر جمعتهم بالشكل ده طبعا كل الستاندات والمنظمات دي موجودة وهو طبعا عبارة عن عالم كبير جدا كل يوم بيطلع منظمات واستاندات وحاجات من دي اشكال والوان كتير جدا طبعا بتاعت الحمام دي انا اعطي لكم قبل كده كده فكرة ليها هنا طبعا بتحطي مثلا منظفات البرفانات بتاعت المناديل يعني كمية حاجات بتقدر تستغني عنها وتحطيها في المنظم ده احسن بكتير هنا كمان برضو بالنسبة للدراف المطبخ شايفين بتتقفل معاك من فوق يعني هي مجرد بس دغلت كده على الضرار السحر ده قفل معاها كل الدراف دي دي طبعا بقى اللي هي الحاجات اللازق الخاصة اللي بيداري كل العيوب الخاصة بقى بحاجات عندك في الحمام في الحب بتاع الموعين الكلام ده كله شايفين طبعا برضو كمان يا المقاشة السحرية دي هنا طبعا دي الفكرة بتاعت اللمامة المهم طبعا خلص معنا الفيديو على هنا في جايبالكم مجموعة دلوقتي من الصور حلوة جدا كلها افكار وحاجات حلوة جدا دي طبعا شكل المنظمات التركي اللي كلنا نفسينا نجيبها وهي طبعا دلوقتي كمان متوفرة في الاسواق وكمان اكتر حاجات هتلاقي فيها الحاجات دي عارفة فروع ايكايا طبعا موجود لها فروع كتير في كل المحافظة في اغلب المحافظات يعني آآ موجود طبعا فيها الحاجات دي وكمان جربات دلوقتي الفيس منتشرة يعني بكمية كبيرة جدا بكل المنظمات والافكار والحياة دي كلها موجودة كمان لو وصلتوا هنا للفيديو اتمنى طبعا فيديو اول النهاردة فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يسألكوا كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها ويلا بينا نكمل فيديو النهاردة ونشوف الصور والمطابخ كمان اللي اجيبها لكم في اخر الفيديو مجموعة مطابخ حلوة جدا اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم وعند حسن ظنكم واشوفكم ان شاء الله لخير في الفيديوهات الجاية ومع السلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة